مرحباً أنا طارق حداد شريك في شركة PricewaterhouseCoopers والمسؤول عن خدمات التحقيق والامتثال في الشرق الأوسط يسرني الإعلان عن نتائج الاستطلاع الذي قمنا به حول الجرائم الاقتصادية وهذا الاستطلاع استطلاع عالمي حصلنا فيه على أكثر من 5000 مشاركة من حول العالم من 95 دولة أما بالنسبة للشرق الأوسط فقد بلغ حجم المشاركات 230 مشاركة من 9 دول عربية إن المحور الأساسي لهذه الدراسة يقوم حول دراسة مستوى الجرائم الاقتصادية المكتشف في مؤسسات الشرق الأوسط ومن الغريب في الآمر بأن هذه النسبة قد نزلت إلى 21% وهو نزول بمقدار 7% إذا ما قورنت بالنتائج نفسها لعام 2011 كما أنها أقل من المعدل العالمي الذي بلغ 37% ولكن ماذا يعني ذلك؟ وهل يعكس فعلا طبيعة الأمر في منطقة الشرق الأوسط؟ من الضروري النظر إلى فعالية أجهزة الكشف عن الجرائم الاقتصادية في الشرق الأوسط لقد أوضحت الدراسة بأن الطرق المنهجية لإكتشاف الجرائم الاقتصادية في الشرق الأوسط هي أقل فعالية في الشرق الأوسط إذا ما قورنت بالمعدلات العالمية فعلى سبيل المثال في 5% من الحالات تم اكتشاف الجرائم الاقتصادية عن طريق التدقيق الداخلي وهو أقل من المعدل العالمي الذي بلغ 12% كما تجدر الإشارة إلى أن في 16% من الحالات تم اكتشاف الجرائم الاقتصادية عن طريق الصدفة وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالمعدل العالمي الذي بلغ 7% فقط أما بالنسبة للقيم المالية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية في الشرق الأوسط فقد لاحظنا بأن القيم المالية قد بلغت مستويات مرتفعة وتجاوزت في كثير من الأحيان المعدلات في أغلب مناطق العالم بالإضافة إلى ذلك فقد أشار الاستطلاع إلى أن المبالغ المالية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية المكتشفة قد بلغت معدلات مرتفعة هي الأعلى من بين المناطق في العالم وماذا يعني هذا لنا؟ من خلال تحليلي لهذه النتائج نستطيع القول بأن هناك نوعين من المؤسسات في الشرق الأوسط النوع الأول الذي وضع أسس لمكافحة واكتشاف الجرائم الاقتصادية وقد تمكن هذا الجزء من الحد من الجرائم الاقتصادية والنوع الآخر والذي لم يقم بوضع أسس في مؤسساته وبسبب عدم وضع هذه الأسس فإن اكتشاف الجرائم الاقتصادية يكون صعبا جدا بالنظر إلى المستقبل توقع المشاركون في الاستطلاع تعرض مؤسساتهم إلى جرائم اقتصادية بنسبة تفوق الثمانية والثلاثين في المائة وقد قمنا بسؤال الكثير من المدراء التنفيذيين والإدارات العليا حول أهم الجرائم الاقتصادية التي تثير قلقهم وقد تبين بأن الجرائم الإلكترونية ما يعرف بالصايبر كرائم والفساد تعتبر من أهم الجرائم الاقتصادية التي تقلق الإدارات العليا إذا ما أخذنا النوع الأول من هذه الجرائم وهو السايبر كرائم أو الجرائم الإلكترونية فإننا قد لاحظنا بأنه في السنتين الماضيتين قد تفشت هذه الجرائم في الشرق الأوسط وقد لمسنا أثرها في كثير من النواحي ومن الجدير بالذكر بأن هذه الجرائم أو مرتكبي هذه الجرائم قد تمكنوا من اختراق الكثير من الأجهزة الدفاعية مثل الفايروولز عن طريق التعاون مع أشخاص من داخل هذه المؤسسات قاموا بتسهيل تنفيذ بعض هذه الجرائم الإلكترونية أما فيما يتعلق بالفساد فنحن نعلم بأن الدول العربية معرضة بشكل كبير لحالات الفساد وتشير الدراسات إلى أن معدلات الفساد في بعض الدول العربية هي الأعلى من بين دول العالم وقد رأينا في السنوات القليلة الماضية خطوات قامت بها عدد من الدول لوضع مؤسسات وإنشاء مؤسسات تعنى بمكافحة الفساد والتحقيق في مثل هذه الجرائم إلى أن هذه المؤسسات ما زالت في مرحلة بناء القدرات وتحتاج إلى المزيد من الوقت للوصول إلى الفعالية اللازمة للحد من الجرائم المتعلقة بالفساد إلى مستويات تعتبر مقبولة وفي الدول العربية هناك حاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة بالفساد وإلى التركيز على دور المؤسسات التي تقوم على الامتثال وإنفاذ القانون المتعلق بالجرائم الاقتصادية وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الكثير من المؤسسات حول العالم والبعض منها في الشرق الأوسط يخضع لبعض القوانين العالمية لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية مثل القانون الأمريكي لمكافحة الفساد الخارجي وقانون البريطاني لمكافحة الفساد للعام 2010 أتمنى أن تجدون هذه الدراسة مفيدة لكم وفي حال رغبتم في الإطلاع على التقرير الكامل يرجى زيارتنا على موقع PwC للشرق الأوسط وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر